أهلا بكم موضوعنا الأول وهو الوضع الوبائي الآن وخاصة بهذه الفترة وخاصة مع الموضوع الهندي والناس بدأت تخاف فعليا من هذا الأمر إلا أنه أحيانا يأتي الشعور بأنه لا الأمور مطمئنة وأنه ما في شيء والموضوع ما يخذ أكبر من حجمه في الموضوع الهندي ولكن الناس بتخاف تشعر أنه ممكن تيجي موجة جديدة هسه ويطلع إشي له في البال ولا بالحسبان وندخل في موجة جديدة وبقرارات جديدة وخاصة أنه شوي لمح الوزير قبل كم من يوم أنه يعني ترقبوا أنه احتمال يكون فيه يعني قرارات صعبة بعد العيد والله يستر خلينا نعرف أكتر إحنا منتابع باستمرار الوضع الوبائي ودائما نعود للدكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض السريرية والنسجية لحتى يعطينا كان يتوقع توقعات وكانت ما شاء الله دائما تصيب وكانت أيضا من ضمن الأمور أنه التركيز على المطعم أنه ممكن ما ندخلش في موجة جديدة ولكن نتأكد منه خاصة مع موضوع الهندي الجديد لأين إحنا رايحين إن شاء الله دكتور حسام معنا يعطيك العافية أهلين فيك كيف الحال إن شاء الله بخير الحمد لله الحمد لله دكتور حسام إحنا يعني متابعينك دائما وحكيتنا وفعلا كما ذكرت في رمضان وأن بداية رمضان بدأ هناك تنازل بالحالات وبالوفيات كذلك ولكن السؤال الأول إلى أين نحن متجهون الآن يعني حقيقة الأمور مش سيئة بالمرة أنا أعتقد الأمور في الأردن خاصة تتجه نحو الأفضل والأفضل خاصة مع زيادة الصوت واضح معك صوت واضح خاصة مع زيادة اللقاحات وإعطاء اللقاحات فإننا متجهين إلى إن شاء الله إلى النجاة والمناعة القطيع التي تتنجينا من أي موج أخرى يعني أنا مش متوقع بالمرة وأتمنى وأسأل الله يكون صحي وهذا من التوقعات أن لا تأتي موجة رابعة أنا أسمي الموجات الموجة الأخيرة هي موجة ثالثة دائماً بسميها لأنه الموجة الأولى الناس كثير بنسوها إنها هي الموجة الأولى اللي كانت بشهر ثلاثة فهي كانت ضعيفة لكن بعضها تسمى الموجة الأولى لكنه بالنسبة للتخوف من الصفرة الهندية أو السلالة الهندية أنا أريد أن أوضح بعض الأمور عن السلالة الهندية السلالة الهندية حقيقة يعني كانت موجودة في الهند لكن موجودة بأكثر من 20 دولة أخرى خارج الهند منها دول أوروبية ولم نشهد لم نشهد نفس المشكلة اللي صارت في الهند بأدول أوروبية وبريطانيا مثال على ذلك يعني بريطانيا الآن العداد قليلاً جداً 70 مليون نسبة تقريباً بريطانيا نشهد حوالي بس فقط ألف حالة يعني قليل جداً جداً ولم تندشر سلالة الهندية بل بالعكس سلالة بريطانية هي الأكثر انتشاراً حتى في الهند السلالة الهندية اللي الناس مخوفين منها حتى نوضع كل شيء بالنصابه هي تشكل فقط من 15-20% من الإصابات اللي صارت حديثاً يعني 80% أو أكثر ليس لا علاقة بالسلالة الهندية وبالتأي ليس هي المسؤولة الأولى عن الانتشار أو الارتفاع في عدد الإصابات الموجودة السلالة الهندية صح؟ هذه السلالة الهندية العلم ما يعرف عنها كل شيء الآن لكنه إلى الآن الأمور مطمني لدرجة كبيرة إنها مش أسوأ من السلالة بريطانية اللي جاعتنا ومش أكثر انتشاراً من السلالة البرطانية طيب ليش اللي بخوفونا؟ ليش التخويف هذا؟ بسبب الإعلام؟ لا التخويف له أعتقد قطفين قطف منه علمي ليس معروف يعني إنه مش معروف 100% لأنه فيها هي طفرتين وليس طفرة واحدة بالنتوء الشوكي البروتين الموجود لكنه أعتقد النقطة الثانية اللي بتخويف ساحة جاي من السياسة الهندية لأنه إذا تعرف أنه الهند في خلال 30 يوم السابق يعني من تقريباً واحد مارس إلى تقريباً نصف إبريل يعني شهر ونصف تعرضوا إلى ثلاث تجمعات ضخمة ضخمة جداً وليس تجمعات بسيطة فأي سلالة سواء كانت سلالة الهندية البريطانية أو حتى الكرنة القديمة هو وعد طبهم عندهم الكرنة القديمة يعني مئات الملايين من البشر تجمعوا بدون تباعث بدون أمور احترازية وبالتالي انتشر الوباء فانتشار الوباء يعود إلى التصرف الخاطئ الذي قامت به الهند وليس لأنه السلالة الهندية هي أكثر انتشاراً أنا بحب أبين هذا الإشي مهم طبعاً رح أبين بعض الأمور برضو لاحظاً أولاً السلالة الهندية موجودة زي ما حكيت أكثر من عشرين دولة ولم ينتج عنها أي انتشار كما حصل في الهند لماذا؟ السؤال بسيط أو جواب بسيط لأنه ما في تخالط من بيئات الملايين من الناس كما حصل في الهند أنا بحب أقارن بس مقارنة بين الأردن وبين الهند بالموجة الثالثة أو الأخيرة إحنا كان عنا حوالي عشر ملايين نسمة الهند مليار وثلاثمائة مليون نسمة العشر تلاف عنا اللي صارت حالاتها بقمة الموجة الثالثة تقارب حوالي مليون إصابة يومياً ما عندهم هذا المليون إصابة يومياً عندهم ثلث الإصابات اللي متوقعة اللي موجودة كانت عندنا نتيجة السلالة بريطانية فالسلالة بريطانية هي حققة أخطر من السلالة الهندية لكن الرئيس الوزراء الهندي حتى يشيل اللوم عن حاله أو يتحجج أنه والله إحنا جان صفرة والإعلام حواليه لأنه على محاك الانتخابات فإذا ثبت أنه العمل الذي عمله بأنه خلال الاجتماعات الثلاثة القوية المهمة مئات الملايين من الناس يعني أنا زي ما حكيت أنه كان عندهم اجتماع حج الديني يصير كل أربع سنوات وسمح فيه يتجمع فيه ملايين الناس سمح فيه عيد الألوان الذي يحصل عادة في بداية الربيع بأول مارس وسامح في الانتخابات فهذا نتج عن مئات الملايين من الناس يتجمعون مع بعضهم فهو هنا أصبح هو المتهم الأساسي حتى ما يصير متهم أساسي هو حاول أنه ينقل إلى جزء بإعلامه بوسائطه حتى من الناس الحواليه في العالم عشان بدون مياه مثلا أنا أعتقد أن السلالة الهندية ليست أسوأ من السلالة بريطانية بعض الأبحاث تقول أنه بالعكس إذا كانت سلالة هندية موجودة وسلالة بريطانية موجودة سلالة بريطانية نتيجة كثرة انتشارها هي التي تسود وهذا الذي حصل أيضا بالهند يعني السلالة بريطانية كانت عندنا حوالي معظم الحالات تقريبا أكثر من 80% من الحالات في الأردن كانت نتيجة سلالة بريطانية ورأينا كيف انتشرت الحالات عشر ثلاث حالة يومياً اللي هي أصلاً تقابل حوالي مليون حالة في الهند لكن الهند عندهم حوالي ثلاثمائة وأربعمائة ألف حالة فقط وهذا سبب الأساسي زي ما بنحكي هو التجمعات الغير منضبطة اللي صارت بدون وقاية بدون ما يأخذ احترازات ظنن منهم أن نوصلوا لمناعة القطيع وهم في الحقيقة كانوا لسه في البداية ولم يصلوا إلى مناعة القطيع هذا السلالة الهندية تمام طيب دكتور بس سؤال كيف يتم في الفحص أنه هذه هندية وهذه بريطانية يعني كيف إحنا هان لما أعلنوا أنه ممكن في حالة أو حالتين أو كم من حالة أنه هذه هندية هل هي بنفس الجهاز أو الآلية التي يتم فيها أم هناك يعني تأتي فحصات أو طرق أخرى من الخارج لفحص هذا الفيروس بعينه لا والله يعني إحنا عندنا بالأرد موجودة هي بتأوى الجين سيكوينسينج يعني بيساووا لكل الجينات اللي موجودة في الفيروس بيسموه جين سيكوينسينج هذا لا تعمل روتين لكن تعمل مثلا إذا لبعض الحالات ممكن تعملها الجهاز معين بيطلع لكل الجينات ترتيبها الموجودة في البيروس طبعا الجينات بتختلف من بيروس من سلالة لسلالة فإذا وجدوا شيء مشابه للسلالة الهندية وهو كان موجود عندنا شيء مشابه ليلها فهذا تسمى سلالة الهندية أما الحصات البي سي آر العادية يجب أن يكون هناك كت يعني محطوط بالسلالة الهندية والسلالة الهندية يعني قبل السلالة الهندية ما تأتي ما كان عندنا كت في البي سي آر يبحث ليلها لكن الحصات الكتات الجديدة ببي سي آر نتيجة الانتشار السلالة الهندية صارت تكشف لنا السلالة الهندية ألا ممكن بكتات الجديدة يصير تكشف السلالة الهندية مع السلالة الهندية لكن حتى نعرف أو بالبداية يجب أن يكون بإشيء اسمه جين سيكونسينج يعني منعمل تفاصيل الجين الفيروس ونكتشف أن ترتيب الجينات زي ما هو موجود في السلالة الهندية نعم نعم إذا من ناحية المية طبيعي أن نسمع أو أن عندما نعلم أن هناك فحص أو سلالات أخرى أو الهندية إذن هو صحيح بطريقة العمل وطريقة الفحص سؤالي لك إذن من كلامك هذا أنت ما زلت مقتنع أو يعني ميال أكثر لأنه لن يكون هناك سلالة جديدة والتالي لن يكون هناك حياة صعبة كما مرت سابقا لا هو السلالات رح ضلت تظهر هذا طبيعة الكورونا يعني إحنا رح نمشي زي ما هي الكورونا ماشي بهالمرة والمرات السابقة أنا مقتنع لدرجة كبيرة جدا أن الموج الثالث اللي إحنا الآن في نهايتها هي الموج الأخيرة بإذن الله سوف يكون هناك بعض الإصابات من هنا وهنا لكنه هذه الموج الثالثي لكن أنا بنصح المواطنين ما يتعجلوا يعني يظلوا يأخذوا الكمامات والتباعد حتى نهاية شهر ثمانية أنا متوقع وتوقعت هذا حقيقة الكلام يمكن اللي بتابعيني يعني يعرف توقعاتي إنها يعني لدرجة كبيرة جدا صادقة لأنها هي لا تمقص والله إني أنا بدخيل لا أنا بدأس الأمور وأتوقع وتوقعت حقيقة الأعجات تقريبا بالضبط ما أنا سيحدث معنا ببداية رمضان وقبل رمضان وعلى عيد وبعد العيد أنا كتبت هذا في صفحتي على الفيسبوك نعم وأنا أشهد عليها بلقاءاتنا معك يعني يعني أنا سمعت كثير من الناس حتى في ونحن لما أنا وصلت قلت في نحن وصلنا القمة ساعة الموجة الثالثة في بعض الناس طلعوا وقالوا إننا سنصل إلى القمة أكثر بعد خمس أسابيع وكان يعني توقعي بتاعا على دراساتي هو أدق بكثير وفعلا وصلنا القمة في كانت بنص شهر ثلاثة وبدأنا ننحدر أنا لا أتوقع نرجع أنا لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك موجة كبيرة للكورونا الكوبيد نايتين مرة أخرى بالأردن بإذن الله لكن علينا أن نسرع باللقاح إعطاء لقاح جرعة واحدة يعني اليوم أنا حطت على صفحتي بالبيسبوك معلومة مهمة جدا دول أوروبا كلها بدت تنادي بأنه يا جماعة بدنا جرعة واحدة بالناس جرعتين لللقاح يعني سويد طارت تعمل هذا الشيء النرويج قالت سنعطي جرعة واحدة للجميع قبل أن نعطي جرعة ثانية للناس يعني أنا هذا الناديت فيه يمكن أنا الناديت فيه برضو على قناتكم ناديت فيه ممكن أدة مرات ويمكن أنتم سألتوني من شهر واحد وأنا ناتي فيه يا جماعة مش داعي لجرعتين الجرعة الأولى للجرعة الثانية تزودك مناعة من تسعين لخمسة وتسعين إحنا خلينا نزود الصفر للتسعين مش نزود من تسعين لخمسة وتسعين وهذا دول أوروبية بدت تقتنع فيه وبدت تعمل فيه بريطانيا طبعا أول دولة عملت فيه وهلأ مجموعة من الدول إسبانيا السويدي اليوم بقرة والنرويج حتى الدول العربية الكويت بدت تعمل فيه السعودية بدت تعمل فيه لأنه وجدوا أنه عدد الناس أهم من عدد الجرعات يعني أعطي عدد كل ما أعطيت لناس أكثر حتى لو جرعة واحدة أنت أنقذت من الإصابة الصعبة وأنقذت من الموت أما تخلي الناس مطعمين سنتين حتى الملقح يعني جرعتين على فكرة إذا زادت المرض يكون أسوأ أسوأ لو أنه الجميع أخذ لقاح واحد لأنه هذه اللقاحات قوة تقل إنما نكون في قمة الوباء يعني يعني مثلا لو احترضنا بايزر قوته من تسعين لخمسة وتسعين في قمة الوباء راح تنزل لسبعين وثمانين لأنه إنسان يتعرض إلى الالتهابات أكثر أما إذا كان كلما قال كان الناس أقل وكان فرصتهم نقل البيروس أقل لأنه وجدوا أنه اللي يأخذوا اللقاح فرصتهم نقلوا البيروس أقل بكتير وهنا إحنا بطبيعتنا راح ننجو من هذا اللقاح يعني شوف هذه الأبسط أشياء البسيطة الغلطات البسيطة بهذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة في البلد يعني في بلد أخرى يعني عن جد أخروا كثير وعطوا لقاحين لناسه وعملوا ناسه وأدت إلى فلو أملنا بهذا الأمور من أول ما ناديت فيها بشار واحد كان عن جد كانت الأمور يمكن أسهل علينا لكنه للأسف بعض يعني فيه مش إنا بس إحنا بالأردن يعني بالعالم خدعوا من شركات اللقاحات أنه لازم لقاحين وغيره وجدوا أنه هذا الكلام عن جد راح يكلف أرواح كبيرة جدا طبل ما يحدده حتى أمريكا بالذات حتى أمريكا فوتشي أنا احترأت له بالولستريت جيرنان أنه يدعو أنه لتأخير الجرعة الثانية وإعطاء أكبر قدر من الجرعة الأولى وهذا كان حوالي قبل سبعين ثلاثة يعني الناس قد يقتنعوا أنه عدد الناس الموقحين حتى لو جرعة واحدة أحسن بكثير منك تلقح ناس جرعتين وهذه على فقط اللقاحة هذه مهمة لأنه بالأردن طيب دكتور سؤال مهم جدا الآن بعض الناس لما بدهم يسافروا أو مثلا يروحوا عمره أو كذا أصبحوا يصطدموا في موضوع الاعترافات بالدول بالمطعيم عن غيرها يعني الصيني في بعض الدول مثلا أو في السعودية بيقول لك لا احنا ما منعترف فيه ما الحل في هذه الحالة؟ يعني أول شيء لماذا بعض الدول لا تعترف الأمر الثاني هل جائز من ناحية صحية إذا فرضا أنا أخدت الصيني وأخدت الجرعة الثانية أيضا وبدي أسافر على بلد ما بتعترف فيه ممكن أخذ برضو لقاح ثاني فوقه أول شيء هو بالنسبة للصيني أعتقد بالإمارات هو اللقاح الأول يعني مش معقول ما أعتقدش من السعودية لا أنا بقول لك السعودية الآن لا تسمح به لغاية يوم أمس أو لا تعترف به يعني الإمارات بعضهم الناس اللقاح هم الصيني والسعودية والإمارات يعني على توافق كبير فأنا أعتقد أنه يعني ممكن هذه الأمور لحظيا الصيني أعتقد أنه فعال يعني هو طيب مش بزي فعالية بس أنت مدام عطيات الإنسان حتى ولو مناعة قسيطة تستطيع أن تمنع عن الالتهاب الكابل اللي بيبوت هلأ للأسف حتى أنا يعني يعني الإلم بيحكي اللي أصيب أصلا عنده مناعة زي وزي اللي أخذ اللقاح يعني الأبحاث بينات أنه حوالي 80% مناعة لأي واحد أصيب يعني بتكون تلك اللقاحات تعطيه مناعة 80% فكثير من الدول ما ما بتعترف بالإصابة بداء اللقاح لكن هذه الأمور بتدخل فيها سياسي أكثر من إنها علم يعني المهم مشكلة كل دولة بتحط لها وبعدين مرات صعب أنك تغير المخ الموجود بالمسؤولين بعض الدول أنه والله لا اقبل الصيني ما تقبلش الصيني أعتقد أنه هذه الفترة هي فترة عدم اليقين رح تستمر لمدة شهرين ثلاثة بعدين فجأة رح يكتشفوا الناس أنه والله إيش الصح من الغلط يعني في البدايات سيكون هناك تردد لكن أنا توق مع شهر ستة لما حالات عن جد تقل كثير كثير في الأردن بإذن الله وفي العالم أنا متوقع الكثير من دول العالم متوقعين كنوا متوقعين أنه يرجعوا بيرطاني على فكرة رجعت تقريبا شبه طبيعية من نصف شهر أربعة يعني أنه صارت حتى بدون كممات أنا طبعا لا أشجع بدون كممات لكنه لما يبدأ العالم الإصابات تقل في لدرجة كبيرة جدا هذه القوانين كلها رح تتغير دكتور ماذا لو شخص أخذ اللقاح واضطر للسفر للاعتراف دا أخرى بلقاح آخر أن يأخذ مرة أخرى هل هذا جائز أو من الممكن طبعا ليس هناك من معنى أنك تأخذ صيني يعني أنك تأخذ بايزر أو أو العكس لا يؤثر على الجسم كثرة المضادات أو كثرة يعني هو يعني هو الملاحظ الملاحظ أنا حطيت هذا حتى استفتاع على صفحتي بالفيسبوك الملاحظ أنه الصيني أقل واحد بيساوي آثار جانبية لذين أصيبوا سابقا يعني واحد أصيب سابقا ومضطر يأخذ اللقاح مثلا في الأردن أنا بنصحهم يأخذ الصيني لأنه أقل شيء ألا الفايزر للأسف يعني ممكن يتعبك يعني فيه ناس يتعبوا لمدة يومين ثلاثة تعب حقيقي والأسرة ذلك يتعب الناس يعني برضو يمكن يتعبك ثلاثة أربعة أيام تعب حقيقي إذا أقلت وأنت مصاب سابقا الصيني هو أقل واحد حقيقة فيهم يعني يؤثر على أو يساوي يساوي مضاعفات أو تعب فأنا بنصح إذا كان الأمور السياسية ما تستلزمش أنك ما توقلش الصيني أو توقل الصيني يعني الصيني هو أقل واحد أنا لاحظته في الأثار الجانبية تقصد يعني لا مانع أنه بعد الصيني تأخذ واحد ثاني لأجل أنك مشي أمورك أو إذا كان عندك أثر في خاص لا ليس هناك من مانع أنك تأخذ لك يعني بايزر أو هذا مش رح يساوي أي شيء كبير عنده غير يمكن تعب يوم أو يومين يمكن تجلس فيه بالفراش نعم نعم دكتور حسام أبو فرسخ استشارة تشخيص الأمراض السرورية والنسيجية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لكم